موسيقى موجز السادسة صباحا ياتيكم من الجزائر الدولية الإخبارية إنما كنتم أهلا بكم في المستهل يواصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة الدولة التي يقوم بها إلى العاصمة البرتغالية لشبونة لليوم الثاني على التوالي وقد رفق الرئيس تبون وفد وزري هام في هذه الزيارة التي تمدرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وحسن الجوار بين البلدين ودفعها نحو أفاق جديدة ومجالات أوسع لمنفعة الشعب عيدنا وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون البرتغال بالدولة الصديقة بأتم معنى الكلمة مشيرا إلى أن البرتغاليين يستذكرون مواقف وفضل الجزائر الرئيس تبون لدى استقباله ممثلين عن الجالية الجزائرية بالبرتغال قال إن زيارة تأتي لتعطي زخما جديدا للعلاقات من خلال إبرام اتفاقية جديدة وتثبيت الروابط بين البلدين مؤكدا أن الجزائر تركز على مثلث الانتماء الإفريقي العربي المتوسطية في شق آخر أكد الرئيس تبون أن اللقاء بأفراد الجالية سنة حميدة لطمأنة الرعاية الجزائريين في الخارج حول الوضع في البلاد والاستماع لمختلف انشغالاتهم مذكرا بالإجراءات المتخذة بشأن استفادة أبناء الجالية من التقاعد في الجزائر معلنا عن اعتزامه اتخاذ إجراءات أخرى لدعم أسعار تذاكر الصفر هذه الصائفة قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إن أصوات الشباب والنساء وممثلية المجتمع المدني ضرورية ومهمة ويجب أن تكون مسموعة وحاسمة في تشكيل مستقبل ليبيا باتيلي أشار عبر تغريدات في حسابه على تويتر إلى أن البعثة الأممية تواصل العمل من أجل إدماج هذه الفئات في جميع مستويات صنع القرار في البلاد حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس الاثنين من تنامي البعد العرقي للصراع العسكري الذي اندلع في السودان الشهر الماضي ومن تأثير المحتمل على دول الجوار وشدد بيرتس في إفادة بمجلس الأمن الدولي على أن البعد العرقي المتنامي للصراع يهدد بإغراق البلاد في صراع طويل الأمد وبامتداد تدعيته إلى كامل المنطقة أعلن مرشح الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التركية سينان أوغان دعمه لرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثامن والعشرين من الشهر الجارية أوغان أثناء مؤتمر صحفي عقيد الاثنين قال إن قرار دعمه أردوغان جاء بعد استشارات موسعة مع مسؤولي حزبه معتبر الموقفه نابعا من سعيه للحفاظ على المكاسب التي حققتها الجمهورية التركية وانتقد المرشح الرئاسي لتحالف الأجداد أحزاب المعارضة بالقول إنها لم تقنح ولم تتمكن من الحصول على أغلبية البرلمان مشددا في السياق على أن الرئيس الجديد يجب أن يكون في حالة توافق مع البرلمان ختم والموجز مزيد من الأخبار تأتيكم على مختلف منصات الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة شكرا لكم على حسن المتابعة اشتركوا في القناة